بسم الله الرحمن الرحيم الخبر ده يمكن اتناول من ثلاثة يام تقريبا او الوفاة في النجيلة اهلها رفضوا استلام الجسمان والمفاجأة لم تموت بفيروس كورونا اولا الخبر ده عاري تماما من الصحة يمكن الاستاذ محمد علي في احدى القنوات او في برنامجه كان مستضيف او كان فيه مدخلة تلفونية من ابن المتوفية الراجل طلع وكذب هذا الخبر الراجل وانت بتتكلم وانت بتسمعه كده عبارة عن بركان غضب يكاد ينفجر بعظه طبعا فده كان خبر كاذب تناول فبصراحة الناس اللي بتنزل اخبار دي بتنزلها كده وخلاص ياريت تتأكدوا من الاخبار قبل ما تنزل عشان ما نسببوش احراج ولا نسبب بمشاكل ولا نسبب اي زعل لأي حد فحضرتك قبل ما تنزل الخبر ايه مصدرك ايه دليلك يعني خبر كاذب مليون في المية يمكن انا اتأثرت جدا جدا لما شفت او لما سمعت المدخلة التلفونية مع الاعلامي محمد الاستاذ محمد في قناة القاهرة والناس فالراجل طلع مش عارف يمسك اعصاب ومش عارف يقول ايه ولا يعيدها حتى ما عارفش يتكلم كويس اثناء المدخلة نظرا للتأثر او لهذا الادعاء الكاذب عشان كده حبيت ابدأ حلقتي بالآية القرآنية وبالخبر ده حياة الفهر الكويتية الذي ادلت بتصريحات احزانة الشعب المصري وبان هذا الحزن من المصريين عبر موقع التواصل الاجتماعي وانها اهانة الوافدين او العاملين غير الكويتيين الموجودين في دولة الكويت بدعواها الى ترحيل الوافدين او رميهم في الصحراء زي ما قالت اولا انا مش هرد على هذه التصريحات لان ده تصرف فردي وليس من احد ممثلي الحكومة الكويتية عشان كده ردي مش هيكون قوي لان زي ما قلت ده تصرف فردي ولا يجب علينا ان نأخذ هذا الرد انه من دولة الكويت والاعلامين الكويتيين بصراحة ردوا عليها بما يكفي فالعلاقة المصرية الكويتية لن تتأثر بهذا التصرف الفردي التافي ومش هتكلم كمان عن مواقف مصر والمصريين اتجاه كل الدول العربية لان ده امر طبيعي وهذا واجب علينا بس الموقف ده فكرني كده بشعر يقول اذا سبني نزل تزايدت رفعة وما العيب الا ان اكون مساببة ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نزل تحاربه يخاطبني السفيه بكل قبح فاكره ان اكون له مجيبا يزيد سفاهة فازيد حلما كعود زاده الاحتراق طيبا ثالث خبر معانا عايز اروح لوزيرة الامل وزيرة التفاؤل وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد مجهود كبير مجهود رائع طبعا منها وده ظهر لنا منذ بداية او منذ بداية ازمة كورونا يمكن في بداية الازمة الوبائية في الصين ذهبت الى الصين بنفسها ولم تخف وكان معها مساعدات طبية من مصر الى الصين وهذا الموقف الانساني كان له مرضوط طيب من الصين شعبا وحكومة وده موقف بصراحة يحسب لنا كلنا كمصريين نفس الزيارة ايضا تقررت ايضا الى ايطاليا ذهبت بنفسها ومعها ايضا مساعدات طبية من مصر الى ايطاليا لفت نظري او لفت نظري حاجة مهمة جدا وجعلتني اشعر بالفخر المساعدات يمكن هاي الصورة قدامكم لو تلاحظوا كده الغلاف بتاع المساعدات المساعدات الغلاف اللي عليها مكتوب من الشعب المصري الى الشعب الايطالي بصراحة اول ما شفت الصورة دي يعني شعرت بالفخر والله حاجة جميلة جدا يمكن يعني شوف مش من الحكومة المصرية ولا من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الى سيادة الرئيس فلان لا من الشعب المصري الى الشعب الايطالي اسف من الشعب المصري الى الشعب الايطالي هنا انا شعرت بالفخر اكيد فيه ناس دلوقتي بيتابعني هتقول لي يا عم دا اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع واللي بيعملوه دا اه حاجة كويسة جدا بس كان احنا اولى او المصريين اولى بالحاجات دي الكلام دا لو احنا كان عندنا زيادة كنا هنقول ما علش بص حضرتك الوضع ما بعد كورونا او العالم ما بعد كورونا سيختلف والكلام دا قاله سيادة الرئيس او سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ان العالم بعد كورونا سيختلف الدول الكبيرة وضعها هيتغير الدول اللي كانت تحت برضو وضعها هيتغير الدول اللي كانت في الوسط برضو الدنيا هتتغير بعد الأزمة دي إن شاء الله بعد ما الأزمة دي تنتهى على خير إن شاء الله عشان كده ده كان ليه مرضو طيب جدا جدا عند الشعب الصيني وعند الشعب الإيطالي ولكل فعل رد فعل وده هيكون وأكيد هيكون فيه رد فعل كويس جدا في المستقبل سواء من الصين أو من إيطاليا بسبب هذه المواغف الإنسانية الجميلة من الحكومة المصرية معنا خبر أيضا طيب هنطلع الفيديو كده بعد الفيديو هنطلع هنتكلم هنبدأ أخبارنا الرياضية هنطلع الفيديو كده نشوف فيديو لأستاذ إبراهيم ونرجع نكمل معكم نهاردة الفجر قلب الأسد جدد وحسم المسألة أحمد فاتحي خبط على سيد عبد الحفيظ الفجر وخلص المسألة جدد لمدة سنتين نهاردة الفجر قلب الأسد جدد وحسم المسألة أحمد فاتحي خبط على سيد عبد الحفيظ الفجر وخلص المسألة جدد لمدة سنتين نهاردة الفجر قلب الأسد جدد وحسم المسألة أحمد فاتحي خبط على سيد عبد الحفيظ الفجر طيب الفيديو ده كان منتشر ولكن في بعض الناس أو المهندس عاد للقيع كان بقول إن الفيديو ده قديم الفيديو ده تقريبا كده مجرد متعرض تاني يوم على طول كان أحمد فاتحي جدد للنادي الأهلي ولكن خلينا نقول إن الفيديو ده قديم عشان من نفتريش على حد أو نطلع بأخبار كاذبة لكن هنا عايز أقول أحمد فاتحي ابن نادي الإسماعيلي أحمد بدايته طبعا كانت في النادي الإسماعيلي ياريت تركزه معي بدايته كانت مع نادي الإسماعيلي ذهب إلى النادي الأهلي الدنيا كلها أو الإعلام كله أو 90% من الإعلام المصري قال لك ده احتراف والراجل آه المقابل المادي كان عالي جدا جدا في النادي الأهلي فالطبيع الرجل من حقه إنه يسيب الإسماعيلي اللي تربى فيه وإنه يروح النادي الأهلي وده احتراف ده وقت انتقال أحمد فاتحي من الإسماعيلي إلى النادي الأهلي طبعا المفاجأة اللي محدش يتخيلها إنه ما فيش أو إنه يطلع حد من لعبة النادي الأهلي ويبدي نادي آخر على النادي الأهلي أحمد فاتحي مضى مع نادي بيراميدز ثلاث سنين مقابل 50 مليون جنيه طبعا الدنيا كلها قامت وما عادتش بالرغم إن مجلس إدارة النادي الأهلي وجه شكر لأحمد فاتحي وإنه يتمنى له التوفيق في المرحلة القادمة لكن بعض الإعلاميين أيضا قالك أحمد ده خاين وهو خسر جمهور النادي الأهلي وإن أحمد ده أصلا كبر وإن أحمد وأحمد وأحمد أحمد ده كل لمجرد إنه انتقل لنادي بيراميدز لكن دلوقتي ما فيش احتراف محدش قالك طلع أو نفس الناس اللي قالت قبل كده إن ده احتراف وقت انتقاله من نادي الإسماعيل إلى النادي الأهلي قالك ده احتراف واللي معاه إرش يسوى إرش والنادي الأهلي معاه فالطبيعي إنه يروح النادي الأهلي الناس اللي قالت كده وقت انتقاله من الإسماعيل إلى الاهلي دلوقتي لأ غيرت كلامها غيرت كلامها قلت لك لأ ده خاين فأي حد هيمشي من النادي الأهلي يبقى خاين طيب وكهربة اللي ساب نادي الزمالك أو اللي هرب هو ما سابش اللي هرب من نادي الزمالك وطلع بره ورجع على النادي الأهلي ده حضرتك بتسميه إيه يمكن فيه مجلة أو جريدة وطنية يا الأسف وطنية جريدة الأهرام الرياضي وقت مهرب كهربة من نادي الزمالك قالك ده انتقام ما قالكش الهارب يمكن لو تفتكر سيد عصام الحضري أو عبد الله سعيد قالك الهارب والخاين وا 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 لا سيد محمود كهربة قالك سيد انت مهرب من نادي الزمالك قالك لا ده انتقام انتقام ايه عم الحاج ايه النغمة الجديدة اللي انت نزلي بها لا ده انتقام عشان خاطر مجلس إدارة نادي الزمالك أو رئيس نادي الزمالك قبل كده مضى عبدالله السعيد وإحمد فتحي فده كان رد من إدارة النادي الأهلي على نادي الزمالك بالتعاقد مع محمود كهرباء أو مساعدة محمود كهرباء للهروب من نادي الزمالك نفس الجريدة ونفس الصحفي لو تفتكروا مباراة القمة اللي كانت جو فيها غير معتدل والزمالك مرحش المباراة دي شوفتوا أنت طبعاً كلكم البست قبل كده كان منزل الرجالة ناحية الأهلي والناحية الثانية كانت نؤقت فضية ده على جريدة وطنية جريدة مصرية وطنية الأهرام الرياضي ونفس الصحفي ونفس الجريدة دلوقتي نفس الجريدة برضو هي قدامكم أول ما مجرد محمد فتحي انتقل أو مضى النادي بيراميز ثلاث سنين كتبت لك عليها المال لو تفتكر حضرتك هاي الصورة دي وقت هروب أو وقت مساعدة النادي الأهلي على هروب محمود كهرباء من نادي الزمالك نزلت صورة هاي على الغلافة هاي ومكتوب الانتقام ما كتبتش الهارب أو ما كتبتش الخيان ولا كتبت أي حاجة كتبت الانتقام وهنا كتبت على أحمد بيراميز المال أحمد فتحي اللي هو يعتبر رمز كبير من رموز النادي الأهلي رمز كبير من رموز النادي الإسماعيلي رمز من الرموز القرى المصرية طبعا كل الناس كانت تقول أحمد فتحي ان ده لعيم ما يتقررش دلوقتي النغمة دي خلاص انتهت تماما دلوقتي بقت المال والخاين والهارب أحمد فتحي يمكن سنه تقريبا 34 سنة الأهلي كان عايز يمضيه تقريبا سنة أو سنتين الموسم 13 على أساس النوم دي على الموسم أو يكون المقابل المادي 13 مليون جنيه في السنة في السنتين تقريبا 26 مليون الراجل مضى في بيراميز 33 سنين مقابل 50 مليون جنيه أنا زي ما قلت في البداية عشان ما نقولش الحاجة الوحشة ونسيب الحاجة الكويسة مجلس إدارة النادي الأهلي وجه شكر لحمد فتحي وأنه هو بيتمناله كل خير الفترة القادمة بيتمناله كل التوفيق الفترة القادمة أنا عايز بس أوجه رسالة لهذا الصحفي يا أخي بالله عليك بالله عليك أهلويتك واضحة زي ما نزم الكويتي واضحة أيضا بس أنا بتكلم بالدليل ما بطلعش أقول كلام واجي بكرة أغيره حضرتك ونت بتنزل الأخبار دي طب ما أنت كده هتفقد مصداقيتك هتفقد المصداقية بتاعتك سواء عند الأهلوية أو الزم الكوية أو عا تفتكر أن جمهور النادي الأهل بيفرح بالكلام ده طيب معانا على الهاتف النجم الخلوق نجم نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر الكابتن طارق السيد كابتن طارق إزاي حضرتك أربيك إزاك عمار أخبار ربنا خليك يا كابتن أخبار حدر كله تمام ربنا خليك كابتن بتشوف انتقال أحمد فتحي إزاي لنادي بيراميس والله بص أقول لك الحاجة أحمد فتحي بعيد كبير أحمد فتحي نادي بيراميس 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 بعيد زي احمد فتحي بمؤثر جدا معاه بعد الكونفدرالي ان شاء الله بإذن الله لو لاعب سواء لاعب صدق وفرصة عندها بطالة دوري او كونفدراليه تاني سالة جاية بعيد بيدور ان هو ياخد بطولات فكرة ان تقال احمد فتحي من الاهل اعتقد ان زي ممكن غلطة كبيرة من ادارة النزاء لما يسيقوا العجزة احمد فتحي اثني حتى لو كان طالب مبارح كبيرة شوية كان مفروض يبقى فيه قعدة معاه وفيه مفاوضات معاه جبيرة اكتر من كده شوية ان احمد فتحي الاهل مهم وخططات والعيد كبير ودوره في الناد الاهل معثر جدا في الفترة الاخيرة طيب كابتن طارق بتشوف مين في الدوري المصري البديل الافضل للكابتن احمد فتح فيه لعيبة كتير كويسة في المكان ده في المكان ده فيه لعيبة كتير كويسة الفكرة مش مين البديل الفكرة ان الراحة القتالية بتا احمد فتحي عالية جدا احمد فتحي لعيبة خبرات احمد فتحي لعب منتخب مصر من اكتر لعيبة لعبة بطلات قرية على مستوى الدولة مع منتخب مصر لأحمد فتحي ممكن بديل ولعيبة كتير بس خبرات احمد فتحي ممكن تنيزه عن اي حد تمام كابتن طارق رحيل احمد فتحي من النادي الاهلي هيأثر بالسلم هيأثر او على النادي الاهلي طبعا اكيد نافل مية لعيب زي دا انت بتفضي مكان مهم من البكرايت حتى لو موجود لعيبة تأمين ان خبرات احمد فتحي ومستوى العالي جدا في فترة الاخيرة زائد ان مش كل يوم هتعمل لعيب او هتدور على العيب او هتعي لعيب زي احمد فتحي زائد ان انت انت لما تيجي هتجي لعيب في الانديات كبيرة لازم يبقى لعيب اللي بيلعب والوراه لازم يبقى نفس المستوى ما اعتقدش من النادي الاهلي هيأمل مستوى بكرايت بسرعة في المكان دا وهيشيب اصعف شوية احمد فتحي مع النادي الاهلي سالبي طوام طيب احمد فتحي يا caféантوري اخطأ يعن حضرتك معاه في القرار الاهلي ولا هو اخطأ انه هترك النادي الاهلي وفضل انه هو يتعاقد مع نادي برامتز نظرا للمقابل المادي العالي بس احمد فتحي اللي انا عرفوا ما ادمع عنه او اللي انا شايفه من الماتشات الاخيرة بتاع النادي الاهلي ان ذايلر كان ما باعتمدش عليه بصورة جبيرة في المتشات باعتمد علي فيها في المتشات الاهلي فأعتبر ما كانتش بيرعب بسرعة أكسية مع المدلال الفترة الأخيرة وأحمد فتح العيد متعاود على اللعبة أكسية يعني ده كان سبب رئيسي في انتقال أحمد فتحي لنادي برامج؟ أكيد ممكن وزائد الفلوس طبعا أكيد ما في المئة مقابل الماد الكبير يتعرض علينا المادة بيرومج أعتقد مقابل المادة كبير جدا وهي فيه بشاكل كبير جدا أحمد فتحي ماديا زائد إن أحمد فتحي لما فيدي سهول إن الرقم اللي الدفع فيه بيرومج فهو رقم كدير طبعا يعني أكيد باستفاد مادية إنما هو باصص أكيد 100% برضو بنسبة جديرة للعب إنه هو هيروح بيرومج بيرومج بسرعة أساسية ما كان يمكن يبقى محجوز من جباله لا نتفتحي بدي دور مؤثر معنادي بيرومج بشكل كدير وهيأثر بالتالب عن اللعبة فيه تمام كابتن طاري إذا انتهت هذه الأزمة الوبائية إن شاء الله تنتهي على خير لو مع عودة الدوري المصري أو إذا أعيد الدوري المصري عقب شهر رمضان مثلا هتشوف إن محتاج وقت كبير كي نرجع للوقت اللي هو قبل ما ينتهي فيه الدور أو قبل ما يتوقف فيه الدوري فكرة بكات الدوري متوقفة بشكل كبير جدا على الأزمة ديها تنتهي أنت ونهايتها هتبقى معادها أنت بالضبط الطبيعي إن 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 عودة النشور لعمل فترات الاعداد المصورة لان الفترة الجبيرة اللي اعوضها اللعب اعطابة خمسة عشرين يوم جرواتي او عشرين يوم فترة جبيرة جدا بالنسبة للا اي مدير فمي هيقدر يشتغل او هيفكر ان هو يشتغل لما ييجي اللعب اتلعب دلوقتي على طوم بدون ايجاهزية معتاقبة تحصل اصابات كتير فيبقى لازم يبقى فيه اه شغل اه بدني شغل اه فترات اعداد عشان اللعب اترجع تاني تبقى في حالتها الطبعية محتش يحصل اصابات تاني احنا احسادش اصابات يعني الفترة اللي هيكتدي فيها الدورة انما طبعا اه صعوبة صعوبة بداية الدورة تاني او عودة الدورة تاني اه هيبقى بشكل كبير جدا وان شاء الله بيزنوا لنا اتمنى ان المشاط يرجع وانا اتمنى ان الغلمة بيتروح بسرعة ويرجع المشاط تاني اه بان ده مهم جدا بالنسبة للقرية المحصولية في الفترة القادمة تمام كابتن طاري السيد نجمينادي الزمالك ومنتخب مصر السابق بشكراك طبعا بصراحة وقت ما بنحتاجه في اي مداخلة تليفونية في اي لقاء راجل ما بيتأخرش خالص بشكراك طبعا كابتن طاري السيد بصراحة على مثال طبعا كده او كابتن احمد فتحي فكرني بحاجة كده يمكن رؤول ودل بيرو وتشافي وانستا هم رموز تاريخيين لانديتهم ريال مادريد ويوفينتوس وبرشلونة الادارات انديتهم تركتهم يحصلون على اموال كبيرة بتعاقدهم مع اندية اخرى على المثال رؤول انتقل الى نادي شالكة ثم السد القطري ثم الى امريكا وبقي كما هو رمز لريال مادريد وجماهير ريال مادريد بترحب به طبعا في اي وقت نفس الامر مع تشافي انتقل الى السد القطري لعبا ثم اصبح مدربا والان فيه مفاوضات معه لتدريب برشلونة وبقي كما هو رمز كبير لبرشلونة مثال اخر انستا هو في نفس عمر احمد فتحي من سنتين تركته ادارة نادي برشلونة بكل حرية لينتقل لنادي كوبي الياباني بعقد مالي كبير ولم تغضب ادارة نادي ولا جمهوره ولا اتهموه بالخيانة كما اتهم احمد فتحي بالخيانة عندما انتقل لنادي برامز كذلك فعل يوفينتوس مع نجمه استورتو طبعا ديل بيرو وتركه ينتقل الى استراليا عندي هنا خبر يمكن سمعته طبعا من نجم من نجوم النادي الاهلي السابقين طلعوا قالك وليد سليمان حاطت بند في العقد بتاعه ان ما فيش اي لاعب ييجي في النادي الاهلي في الوقت اللي هو موجود فيه في النادي الاهلي يعني يكون العقد بتاعه اعلى من وليد سليمان ده كان خبر صادم لي ولكل الناس اللي سمعت الخبر ده خاصة ان هو من حد اهلاو او من لاعب سابق في النادي الاهلي يمكن لو من حد من الزمالك او اي احد اخر كنا ونقلنا خبر مش مؤكد او خبر غير صحيح لكن ده طلع من نجم كبير كمان من نجوم النادي الاهلي السابقين ان وليد سليمان حاطت عقد او فيه بند من بنود العقد بتاعه ان ما فيش حد في النادي الاهلي يحصل عليه اي او يحصل على مقابل مادي اكتر من عقد اللي بيتقادى وليد سليمان هنا السؤال النادي الاهلي كنت انا زمالكا واسمع الله ومفيش حد يختلف على قيمة النادي الاهلي وانه من اكبر انديت افريقيا مع نادي الزمالك طبعا فالنادي الاهلي نادي كبير ببطولاته بجمهوره جمهور طبعا مفيش محدش يقدر يتكلم عليه جمهور من اعزم الجماهير في العالم كله مش في مصر بس مع جمهور نادي الزمالك ايضا هنا انا مش بسخن الدنيا على الكابتن وليد سليمان لعب مؤثر لعب عالي جدا لعب مهاري فارق او فارق مع النادي الاهلي في السنوات الاخيرة لكن هنا السؤال ازاي وليد سليمان مع احترامي الكامل ليه يتجرأ يتجرأ مش انه يحط هذا البند في العقد بتاعه لا ازاي يتجرأ اصلا انه يفكر انه يتكلم مع ادارة النادي الاهلي على هذا البند ازاي دا ما عرفش تا في النادي الاهلي في النادي الاهلي لما نيجي نقول النادي الاهلي بقى انت تحطيلي تحته كده الف مليون شرطة مش متشرطة ولا الف شرطة لا الف مليون شرطة دا النادي الاهلي نختلف في الانتماءات زمالك اهل اسماعيل بس محدش يقدر ينكر ان النادي الاهلي من اعظم اندية العالم كمان ومن اعظم اندية افريقيا او اعظم نادي في افريقيا مع نادي الزمالك فبصراحة مستغرب جدا جدا من ان ازاي الكابتن وليد سليمان يتجرأ ويطلب هذا البند والمشكلة الاكبر او المصيبة الاكبر ان ازاي ادارة النادي الاهلي تقبل هذا الوضع مش عايز مدخلات يا جماعة يا ريك معليش لا 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 شو ما عليك فبصراحة ازاي وليد سليمان يتجرأ ويحط هذا البند وازاي ادارة النادي الاهلي تتقبل هذا الوضع او تقبل بهذا البند هذا يقلل جدا جدا من قيمة النادي الاهلي وخبر صادم يمكن انتقال احمد فتحي دا وارد محدش يقدر انت يا منجون كبار مشوا من الزمالك راحوا اندية اخرى يا منجون كبار من النادي الاهلي راحوا اندية تانية مش مشكلة كل واحد حر احمد فتحي راجل قدم كتير لنادي الاسماعيل وللنادي الاهلي والمنتخب مصر محدش يقدر يتكلم عليه راجل شايف ان هو خلاص بيفنش خلاص يمكن اخر سنتين او ثلاثة ليه فالراجل عايز يأمن مستقبله وحتى لو كان ان احمد فتحي اختياره البرامد عشان خاطر المقابل المادي دا انا معاه تماما معاه تماما يمكن كنت قبل ما اطلع هوا كنت بتكلم مع احد نجوم نادي الزمالك قال لي يا كابتن عمار انا لو ما كانوا هعمل كده قال لي انا لو ما كانوا هعمل كده دا من حقه من حقه راجل خلاص بيفنش راجل خلاص بقيله سنة سنتين ثلاثة وهيفنش او يعتزل فلازم ينظر الى هذا المقابل المادي الكبير كل التوفيق لأحمد فتحي مع نادي بيرامز كل التوفيق للنادي الاهلي بنجومه كل التوفيق لنادي الزمالك ممكن انا اصلا من اشد المعجبين بالظاهرة نادي بيرامز وكنت اتمنى هذا الموسم ان يكون فيه ثلاثة اربع عندية كمان مع بيرامز السنة اللي فاتت لما نزل او شوفنا نادي بيرامز في الدوري المصري ادى تقل وعمل قوة او ادى قوة للدوري المصري كانت المنافسة معروفة من سيط مطلعنا الاهلي وزمالك لا بايت اهلي زمالك بيرامز كان دائما اللقاء او لقاء القمة ما بين الاهلي او الزمالك او الاهلي والاسماعيلي او الزمالك والاسماعيلي لا دلوقتي اي لقاء بين الاهلي وبرامز او الزمالك وبرامز هو لقاء قمة وكلنا بنستمتع باي لقاء لبرامز سواء كان مع الاهلي او كان مع الزمالك فأنا كنت أتمنى أن أنا كان نفسي غزل المحلة يصعد وأشوفه في الدور الممتاز وكان نفسي يكون فيه مستثمر مع غزل المحلة وغزل المحلة تكون بنفس الحجم وبنفس قوة نادي بيرامدز لما يكون فيه نادي زو هذه الإمكانيات الكبيرة مع الجمهور العظيم الجمهور نادي غزل المحلة ده حاجة كمان كنت هتبقى جميلة وحاجة هتحلي وهتعلي الدور المصري أتمنى طبعا صعود نادي الألمونيوم إلى الدور الممتاز نادي جماهيري نادي يمتلك ملاعب على أعلى مستوى جمهور نادي الألمونيوم بنجاح حمادي بمحافظة إنا جمهور لم نسمع عنه أنه افتعل أي مشكلة على مدار تاريخه هذا الجمهور الطيب جمهور الصعيد جمهور نادي الألمونيوم بنجاح حمادي كل طموحه أنه يشوف النادي الأهلي عنده كل طموحه أنه يشوف نادي الزمالك عنده كل طموحه أنه يشوف برامتزه الإسماعيلي عنده كان معايا أحد النجوم قبل كده من خارج نادي الألمونيوم كان معايا في حلقة قبل كده قال يا كابتن عمار أول مرة في مصر أشوف قال لي كنت بالعب ضد الألمونيوم أول منزلنا طبعا كنا خايفين من هذا الكم الجماهير الرهيب بنجاح حمادي قال لي المفاجأة كانت لنا أول منزلنا الملعب لقينا جمهور الألمونيوم كله بيندع علينا قال لي والله دا ما شوفته في أي نادي في مصر ما شوفتهش حصل مع أي حد ما شوفتهش جمهور نادي بيندع على الفريق المنافس قال لي دي ما حصلتش قال لي والله أول منزلنا الملعب قال لي تخضينا لقينا الاستاذ مليان وحاجة جميلة جدا وأرضية ملعب هيلة قال لي كانت المفاجأة لنا إن أول منزلنا الملعب لقينا جمهور نادي الألمونيوم كله بيهتف لنا وبينادي علينا قال لي بصراحة جمهور محترم جدا جدا فأنا دينا بتكلم على الهوى نفسي حد يطلع ويجيب لي مشكلة واحدة مشكلة واحدة بس افتعلها جمهور نادي الألمونيوم على مدار تاريخه نادي الألمونيوم أكيد ناس هتقول لي ده هو بيتكلم على نادي الألمونيوم عشان هو من ناجة حمادي أو من إنا أو كده أنا من ناجة حمادي بتشرف إن أنا من ناجة حمادي بتشرف إن أنا من إنا بتشرف إن بنتمي لنادي الألمونيوم بتشرف إن أنا بنتمي الجمهور نادي الألمونيوم العظيم جمهور مشرف جمهور محترم وأنا شرف ليه شرف ليه إن أنا أكون من ناجة حمادي ومحافظة إنا وإني بنتمي لهذا النادي العظيم زي ما بتشرب أيضا بنادي شبان إنا فبصراحة بتمنى إن شاء الله بعد ما ربنا يرفع هذا البلاء وهذا الوباء وترجع الكرة ويرجع الدور المصري وترجع الكرة في الممتاز به والدرجة الثالثة بتمنى صعود غزل المحل النادي الجماهيري وبتمنى في الصعيد صعود نادي الألمونيوم ونادي شبان إنا وإن كان الألمونيوم أقرب لأن الألمونيوم نادي بيمتلك كل الإمكانيات ملاعب موجودة قاعدة ناشئين على الأعلى مستوى موجودة يمكن كلنا عارفين الألمونيوم طلع لنا عمر جمال عمر جمال لعب النادي الأهلي والجيش الحالي طلع لنا الكابتن محمد عبدالوهاب عليه رحمة الله طلع لنا الكابتن حسين عبداللطيف نجم نادي الزمالك السابق طلع لنا نجوم كبار جدا 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 عايزين حلقة واثنين وثلاثة عشان نتكلم عليهم يمكن عامر عامر حارس الإنتاج حسن جوم على لعب فارقه الحالي ولعب نادي الجون السابق نجوم كطار طلع حملنا نادي الألمونيوم فبتمنى صعود نادي الألمونيوم في القريب العاجل إن شاء الله فتح باب الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة المصري يمكن كابتن مجد عبدالغاني هيترشع على عضوية اتحاد الكرة كمستقل نازل كمستقل مش نازل مع أي مجموعة ولا مع مجموعة الكابتن هاني ولا مجموعة الكابتن أحمد شبير ولا أي مجموعة الراجل نازل مستقل الكابتن أحمد شبير الراجل هيترشح أو تقريبا مش عارف ترشح ولا خلاص هيترشح لكن هو ناوي وصرح الراجل أنه هو يترشح على مقعد الرئاسة مقعد رئاسة اتحاد الكرة وهنا لازم أقف عند الحتة دي لأن أي حد هيترشح لاتحاد الكرة سواء عضو أو سواء رئيس أو سواء نائب مش هينفع في حالة نجاحه مش هينفع يكون لي عمل إعلامي ماينفعش رئيس اتحاد الكرة هيكون مقدم برنامج ده مش هينفع فهل الكابتن أحمد شبير في حالة نجاحه بنتمنى التوفيق للجميع احنا ولا معا حد ولا ضد حد لا معا حد ولا ضد حد ولكن هنا سؤالي في حالة نجاح الكابتن أحمد شبير هتقدر يا كابتن أحمد تتخلى عن برامجك الرياضية ده سؤالي للكابتن أحمد شبير فيه كلام أو عندي خبر أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كلام مش مؤكد وما فيش تصريح مؤكد ولا تصريح سبق للمستشار مرتضى منصور بس زي ما بيقوله كده أخبار من تحت لتحت أن المستشار مرتضى منصور هيترشح لانتخابات اتحاد الكرة أو لرئاسة اتحاد الكرة المصري ما أعتقدش أن المستشار مرتضى منصور يسيب نادي الزمالك لأن الراجل ده والله العظيم والله على ما أقوله شهيد يعني مش عشان زمالكاوي بقول كده لا الراجل ده حياته كلها نادي الزمالك لو جينا نتكلم بالورقة أو الألم حضرتك معلش افصل ما بين إن أنا أهلاوي أو زمالكاوي لأ أنا حضرتك عايزك تتكلم أو عايزك تخليك معايا كده بالورقة أو الألم شوف نادي الزمالك في عهد مرتضى منصور عمل ايه وشوف نادي الزمالك ما قبل مرتضى منصور عمل ايه دلوقتي أي صفقة جمهور نادي الزمالك بقى يتوقع أن نادي الزمالك يتعقد مع أي صفقة من العيار الثقيل ده ما كناش نشوفه في السابق تماما ما كناش بنشوفه خالص ما كناش بنشوف الكلام ده خالص كان كل اللعيب الصبر بتروح النادي الأهلي وكان النادي الأهلي كمان مش كده في عهد منويل جزيه كان يجيب اللعبة الكويسة مش عشان محتاجها لا ده كان يجيب اللعبة الكويسة عشان يحرم نادي الزمالك من مجهودات اللعبة دية يمكن شوفنا في عهد منويل جزيه مدرر طبعا لا يختلف عليه أحد راجل حقق العديد من الإنجازات والبطولات يمكن من أفضل فترات النادي الأهلي كانت مع منويل جزيه ما فيش أي حد يقدر ينكر ده ولكن من سياسات مانويل جوزي كانت أنه ما بيجيبش اللعيبة اللي محتاجها بس الطبيعي النائي ومدرب بيجيب اللعيبة اللي محتاجها لا مانويل جوزي كان يجيب اللعيبة اللي محتاجها وكان يجيب اللعيبة تانية عشان النادي الآخر ما ياخدهاش فكان يسيب يجيب اللعيبة اللعيبة كانت تبقى مكسرة الدنيا في الأندية بتاعتها كان يجيبها وخليها على دكة الاحتياطة ما كانتش بتلعب السنة كلها ما كانتش بتلعب ولكن هو كانت سياسته إنه هو يضع في الفرق الأخرى سياسته ونجح فيها مدام حقق إحنا بنتكلم بالورقة أو بالألم الراجل حقق بطولات وحقق إنجازات محدش يقدر يتكلم عليه ولا يقول إنه فشل ولا 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 ولكن نادي الزمالك في عهد المستشار مرتضى منصور حاجة جميلة جدا 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 بطولات لعيبة على أعلى مستوى يكفي إن عندك فرجاني ساسي يكفي إن عندك أشرب بن شرقي يكفي إن عندك أوناجد يكفي إن عندك الأسطورة كابتن طارق حامل هطلع لفاصل بعد الفاصل هرجع أستقبل لعبي نادي نجم مص هنطلع لفاصل ونرجع لك تاني استنون